بسم الله نهاردة نشوف كتاب من اروع الكتب في تحديد الليرات تحديد الخطوط تحديد الاسكادو اللي طلع ازاي البند طلع ازاي بحيث ان شغله بتاعك يطلع ستاندرد طلعه كويسه ده من الكود الامريكي يونتد استيتاس ناشنال كاد ستاندرد او نسي اس كتاب راوعة كتاب ربعمية تتاو سبعين صفحة ده الاصدار خامس الاصدار السادس نزل والاصدار السادس في اجزاء موجودة في البم بس لسه مش معي كل شوية تلاقي مسك حاج كده يروح مقالك الناس بتلقوا بانتدر حاجات دول خلي بالك الفارق بينهم كذا 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 ويبدأ يتكلم عليهم هنلاقي كذا مديول اعطاك السبع مديولات ده اول مديول فيهم بيقولك مسلا شيد مسلا هيكتب ازاي الفايل نيم هيكتب ازاي الفايل مانجمنت ركورمينت وبعد كده بيديك بعض الطريق الطرف التسمية يعني هنا مثلا بيقولك اه لو انت مسلا هتبقى سيفل هتاخد حرف سي لو لن سكيب تاخد حرف الال ان شاء الله ممكن ناخد موضع من الموضع دي نبدأ نقشها هو بيتكلم على تسمية الشيت هنسميه ازاي فبيقولك الشيت مسلا هبقى مقسم لمقاطع بحيس ان اول من الواحد يبص يعرف ان من الاسم بتاع الشيت كل المعلومات هل الشيت ده مسلا سيفل سيفل ولا انتريور ولا فاير ولا بلاميج ده بيدور اول ولا التاني ولا التالت وهكذا اسم الاسم الموديل برضو بعمل ازاي حتى اسم الخطوط لي كاتبها اسم الخطة بعمل ازاي اسم الكل حاجة فالزاي كبا كويس جدا سواء شغال انت ساكاد او بيم او شغال مانوال بيسهلك حاجات هنا هتكلم عن الشيتات مسلا دي المقاسات للساندرد لانت شغال ا او بي او سي او دي او اي ده بيقول ان الشيتات هتبقى بالشكل دوت يعني من دين الحاجات او مقسمها الخانات عاملة زي الشتران كده فمسلا لو في اي مشكلة باتتسب بالراجل مسلا لعمل لوحة اقول له روح لفشيت لي اتنين بي فهو يجي هنا يعرف ان المشكلة في المكان دوت فالباندة بقى فيها زي تسمية كده على الجنب بيتسهل عليها الشغل ده المكان بتعطيت البلوك لو انا هحط حاجة هحطه في الاماكن ديت فبقى مسلا سهل ان اقول له دي وان فييجي على الخانة ديت لو اي نوت بلوك هيبقى موجود هنا الطريقة اللي هكتب بها الاسم الشيت لو في اي حاجات تكتب اتكتب ازاي النظام نظام حلو برضو بعد كده الميديول الثلاثة بيتكلم على اسكادولات فبيجيب لك بعض امثال الاسكادولات واتلاقيها في اماكنها يعني في بعض امثال ما كنتش عاملها في الاول لما شفت الجدول او فيه جدول ممكن راح ادفها في الروم فينش اسكادول مسلا ده بالنسبة للشيتات الاسكادولات دي كل دي اسكادولات من كل واحد تسعين بيها الحاجات الستاندرد بقى الجريد دروينج الاسكيل اللاين دايمينشن السيمبل الانواع الشيتات يبدأ باين اشياء لك المفروض مسلا لو انا عند الممنى في ميل هزبط انا علمت النورس ازاي بيديك حاجات الستاندرد اللا هون تشغل عليها الناس كلها تبدأ تفهم شغلك بسهولة من جرد انها بص عليه منذ ذلك الكتاب قيم اكمل الناس تشغل باقي كود تستريح له بس المهم يبقى فيه اتفاع الكود حتى لو هم اتفقوا على الحاجة غلط بس احسب ان عدم اتفاع الحاجة ده مثلا ما ابدأ مبينيني هتبقى الشكل الرموز عاملة ازاي انما تجد حط الاشكال الستاندرد بتاعتك هتحطها ازاي كل شوية بيبدأ اي اخد اجزاء معينة ويبدأ اخدارك بتفصيل يقول دي رمز بتاعك هتكتب ازاي رموز هتكتب ازاي فهو مرجع ما حدش بيعود يقرأ الكتاب ده كله بس هو مرجع لو احنا هنرسم حاجة بنبدأ نرجع هنا بنشوف هو خطط لها ازاي او خططها ازاي او بيولع مفروض تتعمل ازاي ايه الصحة فيها فالكتاب مرجع لنا لو احنا اختلافنا في حاجة او احنا عايزين نعمل شغل مصود اشتركوا في القناة